هلا والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع ردد ردمشين توزا اللهب طبعا ان شاء الله في الايام القادمة راح اقول لكم كيف تفكون جميع انواع الشنط طب ليه صالح ما حطيتها في مقطع واحد لانها راح تطول راح تقريبا راح نوصل ثلاثين دقيقة وباقي ما خلصنا فقررت اني حطها على اجزاء بحيث انه كل جزء تكون فيه له شنطة شنطتين وهلو ما جرى طب خلونا اكلمكم عن الشنط شوية طبعا عندنا تقريبا السبعة شنط وكل شنطة لها مميزاتها الخاصة على سبيل المثال فيه شنطة راح تكون مسؤولة عن الادوية يعني انت كنت شيل مثلا ستة ادوية مع الشنطة راح تصير اثناشر يعني راح تدبل لك الشي اللي تشيله او الادوية اللي تشيلها فيه شنطة اخرى راح تدبل لك الطعامة والاكل كنت شيل مثلا اربعة سندوش طعمية الحين راح تشيل ثمانية سندوش طعمية المهم زي كده فهمتوا يعني راح تدبل لكم في شنطة تدبل لك المجوهرات او الفاليوبلز الشنطة العادية كنا نشيل 30 قطع ذهبية هذا الماكسموم مع الشنطة حق الفاليوبلز راح تشيل تقريبا 60 الى 70 قطع ذهبية يعني راح تدبل لك الشنطة الاخيرة هي افضل شنطة اللي هو شنطة Legend of the East هذه الشنطة هي افضل شي او افضل شنطة في اللعبة وعشان تفك هذه الشنطة لازم تفك جميع الشنطة اللي قبلها فانا اللي سويته راح اعلمكم يعني انكم تفكون الشنطة الستة بعدها راح نفك الشنطة السابعة مع بعض اللي هي افضل شنطة الشنطة هذي راح تشيل 99 شي من كل شي فهمتوا كيف يعني عندك مثلا الذهب راح تشيل منه 99 الاكل راح تشيل منه 99 الطعمية راح تشيل منها 99 طعمية عرفتوا يعني راح تشيل 99 من كل شي يختار في بالك وهذه شنطة شنطة جدا جدا حلوة فطبعا اول شي راح اعلمكم انكم كيف تفكون الاكفال عن هذه الشنطة بعدها راح نبدأ في شرحها وكيف تجيبها فيالله نخش في المقطع بالنسبة لي من وين احصل هذه الشنطة طبعا هذه الشنطة راح تكون عند مستر بيترسن او الشخص المسؤول عن الطعام في المخيم او هذا الشخص زي ما تشوفون في الجيم بلاي زي ما قلت لكم راح يعطيكم سبع انواع من الشنطة راح نسوي مجموعة من الاشياء راح ينفك معانا الشنطة المعينة يعني نسوي كذا راح تنفك معانا الشنطة اللي زي كذا طيب اول شنطتين راح نفكها اه لازم نحتاج نطور اه مركبة مستر بيترسن او الادوات اللي استخدمها مستر بيترسن بكل بساطة راح تروح عند الدفتر اللي جنب مكان التبرع ومن هنا راح نقدر نطور اه مستر بيترسن ورح تكون هذه زي ما تشوفون في الجيم بلاي ورح يكون سعرها تقريبا ميتين وخمسة وعشرين دولار عشان تنفك معاك شنطتين شنطة اللي هو الكيت ساتشل والفاليبل ستاشل الكيت ستاشل عشان تشيل ادوية اكثر والفاليبل ستاشل ساتشل عشان تاخذ مجوهرات اكثر الكيت ستاشل هذي هي والفاليبل ستاشل هذي هي زي ما تشوفون في الجيم بلاي طبعا عشان نفك شنطة اللي هو التونيك ستاشل كل اللي عليك انك تطور عربة الادوية مرتين من الدفتر زي ما تشوفون يقول لك بكل بساطة راح تيجي لهذه الصفحة وتحديدا عند الميدسن ورح تدفع اول شيء وهو خمسين دولار هذا راح يكون التطوير الاول الان راح نيجي للتطوير الثاني ورح يكون تقريبا سعره خمسة وسبعين دولار كل اللي عليك انك تشتري وبكذا يكون انت اشتريت تطويرين للميدسن واقين او عربة الادوية راح ترجع مرة ثانية عند مستر بيترسن راح تحصل لهو التونيكس ساشل مفتوحة زي ما تشوفون في الجيم بلاي بالنسبة للشنطة الرابعة عشان تشيل القفل عنها كل اللي عليك انك تطور عربة تلموان مرتين فلما تطور عربة تلموان مرتين راح ينفك معاك القفل في هذه الشنطة وبالنسبة لي شكل صفحة عربة تلموان في الدفتر راح تكون بهذا الشكل تفاحه جنبه علبة مسامير كل اللي عليك انك تشتري تطويرات هذه الصفحة اول تطوير راح يكون بثلاثين دولار ثاني تطوير راح يكون بخمسة واربعين دولار اشتريهم الاثنين وبكذا راح تنفك معاك الشنطة الرابعة بالنسبة للشنطة الثانية او شنطة اللي هو الانجريدينس عشان تودي القفل عنها وتروح القفل كل اللي عليك انك تصيد خمسة حيوانات وتجيب جثثها لمستر بيترسن وهو يتصرف بيها فيعني عشان تفك الشنطة الثانية كل اللي عليك انك تصيد خمسة حيوانات وتودي جثثها المستر بيترسن مستر بيترسن رح ياخذ منك الجثث يعني رح يحسب لك إياها مجرد ما تعطيه خمسة جثث رح يودي القفل عنك ويخفي عنك طبعا لما تجيب الحيوان المستر بيترسن رح تروح عنده ورح تضغط له سهم يمين عشان تعطيله إياه دونيت بعدها رح تختار الحيوان اللي جبته ورح تضغط له إكس عشان تعطيه إياه وكيف رح تصير واحد من خمسة جيب البقية لما تكمل خمسة من خمسة رح يروح عندها القفل بالنسبة للشنطة الخامسة عشان تشيل القفل عنها كل اللي عليك انك تسوي ثلاثة وصفات في المخيم حقك شفتوا لما يسوي كامفاير ويجلز جنب الكامفاير أو النار ويبدأ يصمم لك اللي هو كرافت فكل اللي عليك انك تصمم ثلاثة وصفات أو تطبخ ثلاثة وصفات وصفة سوي وصفة من الأكل وصفة من الرصاص وصفة من الأدوية ورح تنفك معاك الشنطة اللي هناك فزوبات الهرجة كلها انك سوي لك ثلاثة وصفات في الكرافتس أو لما عايز جنب النار زي ما تشوفوا في الجيم بلايه طيب نيجي لأول شنطة رح نفكها وراح تشكون شنطة اللي هو تونيك ساشيل أو أول شنطة زي ما تشوفون في الجيم بلايه هرجت هذه الشنطة إنها رح تدبل لك المشروبات اللي تاخذها شفتوا المشروب حق الديد آي والمشروب حق الستامنا والمشروب حق الهيلث اللي زيد لك الهيلث إذا كنت شير مثلا أربعة مع هذه الشنطة رح تصير 12 أو 8 عرفت كيف؟ يعني هذه الشنطة رح تدبل لك المشروبات اللي تشربها اللي تزيد لك الستامنا والهيلث أتوقع عرفتوها هذا رح تدبل لك إياها بكل بساطة طبعا إنت عشان تسوي هذه الشنطة رح تجيب مجموعة من الأشياء أو مجموعة من المتطلبات على سبيل المثال هذه الشنطة لازم تجيب لهو One Perfect Deer Built و One Perfect Buck Built و One Perfect Elk Built مجموعة من الحيوانات لازم تصيدها ولازم تكون ثلاثة نجوم ما عليكم أنا رح أوريكم أماكنها لا تخافون لكن زي ما قلت لكم أنه أي شنطة ترى رح تحتاج لهو متطلبات ومجموعة من المتطلبات بالنسبة لأول مكان أو أول حيوان رح نجيبه رح يكون اللي هو الدير أو الغزال طبعا الغزال منتشر في جميع الماب وما له مكان معين يعني منتشر في كل الماب يعني في أي مكان ممكن تحصل الغزال ثلاثة نجوم لكن بالنسبة لي أنا أنا حصلته في هذا المكان وانت براحتك تبغى تجي أو ما تجي لكن زي ما قلت لك الدير منتشر في كل مكان كل اللي عليك أنك تتوجه لذيك المنطقة وتدور على دير بثلاثة نجوم وتقتله بعدها رح ترجع الجلد المستر بيترسن أو تكمل عن مسيرتك في صيد بقية الحيوانات جيب ثلاثة الحيوانات بعد توديها المستر بيترسن بالنسبة لي اللي هو وان بيرفكت بق رح يكون في هذه المنطقة ورح ينتشر في هذه المنطقة فأنت رح تبحث عن البق والبق هو ترى نوعا ما نادر ما رح أكذب عليكم ترى نوعا ما هو نادر لكن أنا رح أقول لك شيء يسهل لك الهرجة كلها البق بكل بساطة يعني زي ما نقول هو الذكر للغزال عرفت كيف؟ فرح تحصل بين مجموعة من الغزلان واحد بق يعني رح تحصل مثلا ثمانية غزلان متجمعين غالبا رح يكون بينهم واحد بق والبق رح يكون معه قرون عرفت كيف؟ فأنت خلاص خذ بالك إنك بمجرد ما تدور على البق إنه رح يكون ترى متواجد بين الغزلان ورح يتواجد في هذه المنطقة تحديدا فصفصها مزبوط ودور على واحد ثلاثة نجوم وصيده زي ما قلت لك مرة أخرى إنه تصراها البق يزبن بين الغزلان يعني تحصل سبع غزلان رح تحصل بينهم واحد بق بق اشتركوا في القناة بالنسبة لي اللي هو رح يتواجد في هذه المنطقة يعني مو مكان معين رح يكون في هذه المنطقة اللي أنا قاعد أعشر عليها اللي ما تشوفون قاعد أعشر عليها الالك رح يتواجد فيها كل اللي عليك إنك تتوجه للمنطقة وتدور لك على الالك ثلاثة نجوم وتصيده طبعا لا تنسى إنك تدرس الحيوان وتشوف بأي سلاح يموت قتكلمنا عن هذه الخطوات الصيد ومعلومات الصيد في مقطع سابق رح أترك لكم إياه في خانة الوصف عشان تتعلمون كيف تصيدون مصبوط وتأخذون الحيوان بثلاثة نجوم طيب الآن حنا صدنا ثلاثة نجوم صدنا ثلاثة حيوانات كلها بثلاثة نجوم كل اللي عليك إنك تتوجه لمستر بيترسن وتعطيها الجلود وبعدها رح يقدر يسوي لك الساشل أو أول شنطة زي ما تشوفون في القيم بلي تبرع تلو بي الجلود بعدها قل لي والله يا أرثر مورغن يا أسطورتي ترى الشنطة جاهزة كل اللي عليك إنك تشيلها أو تصممها وبكذا يكون مبروك عليك الشنطة طيب كذا خلصنا الجزء الأول من هذه السلزلة وإن شاء الله في الأيام القادمة راح أنزل لكم أكثر وأكثر وأكثر طيب كذا وصلنا معكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة ترى تعبت على المقطع أتمنى أنكم تقيموني بلايك يعني ولا دسلايك براحزك المهم يلا السلام عليكم